بسم الله الرحمن الرحيم حينما تحدث القرآن الكريم عن خلق الإنسان ذكر الله تعالى أن الخلق له مستويات وأن من مستوياته تأهيل الإنسان لاستيعاب اللغة ولتطويرها فقال الله تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والبيان هو الحاصل باللغة وهو قدرة الإنسان على أداء المعاني كما يريد هذا التأهيل الإلهي للإنسان هو الذي جعله صالحا لخلافة عن الله تعالى وهو الذي كان مبرر وجود هذا الإنسان أمام الملائكة حينما تساءلت وقالت متعجبة للخالق أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك فكان أن الله تعالى علم آدم الأسماء كلها وسأل الملائكة عن هذه الأسماء فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ثم قال الله تعالى لآدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبئهم بأسمائهم قال ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرضي وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون فالامتحان الأول الذي أجري كان لآدم كان امتحانا على مستوى اللغة فحينما عبر آدم وعرى الرفى الأسماء باللغة التي علمه الله تعالى كان ذلك مبرر وجوده ومسوغ مجيئه ثم الإنسان حينما اكتسب هذه اللغة ومهلات هذه اللغة طورها وحاول أن يخلد هذه اللغة فاهتدى إلى رموز الكتابة وبها أثبت معلوماته وأحاسيسه ومواجيده واستطاع الإنسان بعد ذلك أن يكون تراكما من المعرفة وأصبح بإمكانه أن يقرأ ما يقوله وما عرفه السابقون وأن ينقل معلوماته إلى اللاحقين فيما بعد وهكذا نشأت اللغة ثم نشأت الحضارة بعد ذلك وتطور الفكر وكان الأصل في كل هذا هو وجود هذه اللغة فاللغة إذن هي النعمة الأولى التي أنعم الله بها على الإنسان حينما جعله قادرا على استيعاب رموزها وعلى تطويرها وعلى أدائها هذه اللغة التي ينطق بها الناس أفرادا وجماعات ليست في حقيقة مجرد أصوات وألفاظ وتراكيب وذلك هو الوجو الظاهر منها وإنما هي أكثر من هذا بالتأكيد لأنها هي المجالة تدخ فيه الأمة تصوراتها وقيمها وما تؤمن به في هذه الحياة فلذلك تحمل اللغة دائما بصمة الأمة التي تنطق بها ولذلك صح عند كثير من علماء اللغة أن اللغة لا تمثل الواقع وإنما تمثل رؤية الناس لذلك الواقع لهذا كله لم يكن بالإمكان تصور أن اللغات يجب أن تكون متكافئة ما دامت الرؤى غير متكافئة وما دامت الشعوب لها أنظار ولها تصورات مختلفة فإن اللغات تكون بحسب ذلك ومن الأكيد أنه لا يوجد في كل اللغة ما يوجد في اللغات الأخرى بقد يوجد في لغة من المضامين من الألفاظ التي تعبر عن مضامين معي ما لا يوجد في مضامين في لغات أخرى واللغة العربية بما أتحفها بها القرآن الكريم وبما لها من رصيد وما كان لها من روافد كثيرة كانت من اللغات الأقدم في العالم ومن اللغات الأغنى والأوسع بسبب هذه الروافد التي قدفت فيها وألقت فيها بهذه المضامين الكثيرة ولذلك قد يوجد في العربية ما لا يوجد من الألفاظ ما لا مقابله في جهات أخرى قد تستعمل العربية كلمة الخلود وتستعمل كلمة البقاء وليس من الضروري أن تكون في جميع اللغات مقابلات لكلمة البقاء لأن البقاء أو كلمة البقاء تعبر عن تصور إسلامي هو عدم النهاية مع عدم وجود البداية بينما الخلود لا يفيد إلا عدم وجود النهاية وهكذا فكثير من الألفاظ قد تنعد مقابلات لها في لغات أخرى فتظل اللغة الأصل أو اللغة الحقيقة التي يستفاد منها فكر الأمة هي اللغة الأصل وأما نقل ومحاولة نقل لغة إلى لغة أخرى فتلك محاولة طبعا شاقة وعسيرة تتم عن طريق الترجمة وقد قيل إن الترجمة هي خيانة جميلة للنص ولكنها مع ذلك قد لا تكون ممكنة أصل حينما تكون اللغة أوسع من المكان والمجال التي تضخ فيه اللغة وبالتالي فإنه يكون من ضرورة معرفة الأمة ومعرفة خصائص الأمة الثقافية والحضارية الرجوع إلى اللغة في ذاتها بغير وساطة ثم البحث عن فكرها وعن قيمها من خلال التركيز على المضامين الحقيقية لتلك اللغة وهذا ما يمكن ذكره بالنسبة لللغات العربية يمكن أيضا قوله بالنسبة لللغات أخرى من باب أن اللغات هي مؤسسات تواضعية اجتماعية لها كل هذه الخصائص بالنسبة لكل الشعوب وكل الأمم وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر